السلام عليكم عليكم السلام زي حضرتك شيخ رمضان اهلا وسهلا ومرحبا اتفضل شيخ رمضان انا جوزي طلقني غيابي وغدر بيا واخد مني ولادي ومش عارفة عامل معا اي امي رحت له وقالت له يعني رجعها بيتها مش عايز رجعني بيتي وغير مفتاح البيت وقلت له اتنزل عن حقوقي كلها بس رجعني بيتي ومش عايز رجعني بيتي ولا اغار لي حتى شقة تب ازاي 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 خد ولادك عندهم كم سنة ولادي واحد في قولة تانية سنوي واحد ساعتها في تلتة عدد انا بقى لتلتة سنين مطلقة واحدة مع والدتي اه يعني انتهت 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 سن الحضانة يعني اه يعني في واحد بس تغير لسه حضانتي انا ده معاك لا مش معايا هو برضو واخدهم تب ازاي ده بقوة القانون هو انت متزوجة تزوجت غيره لا متزوجة تبما هو بقوة القانون انت الحاضنة ما وانا لو اخدته هو مش هيصرف عليه طيب مفيش حد من حكماء القوم كده يتكلم معاه ويقول له اتق الله وحرام عليه كلام ده امي رحت له برضو مفيش فايدة برضو انتو عارفين انتو عارفين في القاهرة مدينة اسمها مدينة الفستات اه عارفينها مدينة الفستات اه انتو عارفين ليه سمية الفستات لا طيب صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي فتح مصر سيدنا عمر بن العاص اه في زمن عمر بن الخطاب اه فلما فتح مصر كان في المنطقة دية عسكر هو والجيش بتاعه اه وبعدين لما جي عسكر في المكان كان عامل خيمة ايه وبعدين انتهت المدة اللي هم قاعدينها وخلاص حيفكوا الخيمة ويمشوا اه فبيبص كده لقى في فستات الخيمة فوق فوق في الخيمة كده اه في عش اه عش عمر بن العاص كارها انه يفك الخيمة عشان العش ده مش هيبقى موجود فالام اللي بتجيب اكل لولادها هتيجي مش هتلاقيهم هتتفجع اه فخاف خاف يفجع طير بولاده في ولاده يعني طير طير شفت ازاي اه فضحى بالخيمة عشان ما يفجعش طائر بولاده شفتوا الانسانية والرحمة اللي الدين علمها لنا لا فازاي واحد ازاي واحد يحرم ام من اولادها انا مش بقولك انت الرسالة انا بوجه رسالة لنا كلنا اه وبعدين احنا شفنا ربنا قادر على كل شيء ربنا قعد الناس في بيوتها ايه ربنا بقول ان نشأ نخسف بهم الارض يا جماعة انا بقول لرسالة لنفسي ولكل انسان وما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بظالمي اوعى تفرد عضلاتك على حد اوعى تستقوى على حد لا خير في امة لا خير في امة تهان فيها امرأة تهان فيها انثة عايزين ربنا يكرمنا نتق الله استوصوا بالنساء خيرا هو تزوج علي يا شيخ رمضان واستغل فرطة ان نفسي دي تابت بسبب المشاكل قد بني وقد قلت ومستشفى تعالج نفسيا وغير كمفتاح البيت واخد مني ولادي وربنا ابتلى بتلاتة توقع من الزوجة الجديدة دي اتمرها واحدة اه او الله ربنا بص يا ستي احنا لا نتمنى للناس الا الخير شوف انتو انتو طلقتوا من بعض ربنا بقولوا اني تفرق يغني الله كل من ساعده سواء هترجعوا البعض او مش هترجعوا البعض موضوع رجوعكم البعض ده ملف فركنيه على جنب ترجعوا البعض او مترجعوش لبعض حاجة ما بينكم لنما احنا بنتكلم في انه لا تحرم ام من اولادها ولا يحرم اب من اولاده ولا تحرم امرأة من احفادها اللي هي الجدة ايوه ولا يحرم رجل من احفاده ايوه وهكذا يعني البر بر الوالدين وصلة الارحم لا يدخل الجنة قاطع اي قاطع رحمة اللي يقطع الرحمة ما يدخلش الجنة اللي يساهم في اني ام تتحرم من ولدها مش هيشم ريحة الجنة شمها ازاي فده امر مهم فانا عايز اقولك انا دلوقتي انا دلوقتي بوجه رسالتين اتنين الرسالة الاولانية انه تحت اي ظرف من الظروف ما ينفعش نحرم ام من ولدها ولا اب من ولدها ولا واحدة من احفادها وهكذا اطلاقا ما ينفعش طيب ده رقم واحد رقم اتنين ربنا بيقول لنا في القرآن فتقوا الله واصلحوا ذات بينكم يعني انت يا اختي من مجتمعنا المصر المجتمع المصر ده معروف فيه ولاد البلد والكبرات واللي مالوش كبير يشتري له كبير ونجيب ناس كبيرة ونسحوا كماء ويروحوا له ويدغطوا عليه وان شاء الله نروح له المكان شغله ونجيب المدير بتاعه ونقول له لا اتق الله وحرم عليك ونضغط عليه كلنا نضغط على الرجل عشان ولاده يشوفهم مهم والعكس لو واحدة حرم طالقها من ولاده برضو نروح ونتدخل فده امر مهم جدا فيا اخت الكريمة حد من عقلاء القوم وحكماء القوم الحكم اللي يتسم بالحكمة اثنين تلاتة كده يروحوله ويذكرو بالله ويقولوله اللي بيعملوا ده خطأ كبير وربنا ما بيتعند شي ربنا ما يتحارب شي ان الذين يحدون الله ورسوله اولئك في الاذلين اسأل الله عز وجل ان يرد عليك اولادك يا اختي وانه يمتعك بالصحة والعفية ويتم شفاك على خير ان شاء الله شكرا لك اتفضل اتفضل اتفضل